استاذ احمد هدي عشانه احنا وست عيال. وهدي الرغيف ابو جنيه. هدي الرغيف ابو جنيه. طبعا بنشكر حضرات كل المواطنين الفضلاء اللي حرسين على مزاقية اللي بتصوروه حتى اكلوهم شربوهم واقعهم. كل كلمة منكم بتوصل لقلبنا لان هي كلمة صدقة. معبرة اوى عن واقعكم. هي يعني ما عرفش اكتر من فيديو مصيرين اهلنا صورونا في الاكل بتاعهم. والوضع الموجود. لا اقول لك الاكل دا لست نفار. يعني الاكل اللي قدام حضرتك دا مش طاعة نفر. بتاع ست نفار. وهو عنده ست عيال. يعني في ست نفار هيعود يأكلوا الاكل دا. وست رغيف. لا وفي احمد. يعني الوضع مأساوي. بس هو راجب يقول لك بشكل يعني ايه حسيس. هو دا ساعتك. يعني يا دو بكل عائل بدون ياخدوا حت البطاطس. اه هو دا الاستاذ عمراء اديب قال له بلاش تاكل بيد ارجانيك. بالضبط. كل بسترما. بزران شاب فيش بيد اصلا. اه بالضبط يعني كل بسترما بلاش تاكل ارجانيك يعني. وبلاش بها بلاش اللحوم حضرتك اللي انت يعني خليها الحوم برازيلا او سوداني بلاش اللحوم بلدي. لا دا الناس في اوضاع صعبة جدا. جدا هذه هي فيديوهات حقيقية. دي حياة المصريين الحقيقيين. توافقه ترفضه تقبط باكه في الحيطة. دا الشعب. والشعب دا عايز يطلع بس يشم نفسه بس. يشم نفسه فقط. لازم تشوفه حلول. تروح بقى السعودية تيجو من السعودية. تكلم الامير الفلاند. الامير الفلاند يكلمك. تلعبه مع بعض شطرانك. تحبه بعض. تكرهه بعض. لازم حلول. الراجل اللي عنده ست عيال دا يا جماعة. انت بتقفل الدنيا في وشه. والله العظيم ثلاثة. انت بتقفل الدنيا في وش الناس. لازم حلول.